أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والتقنية المعلومات بمحافظة أبيان خطة لها لإقامتها عدد من المحطات الإضافية في عدد من المناطق ومنها مديرية زنجبار وذلك في مساعيها لتحسين الخدمة وفي السياق تسلمت المؤسسة ثلاثة مولدات كهربائية لسنترلات زنجبار وخنفر ولودر إضافة إلى توفير ثلاثة مكيفات بقوة ثلاثة أطنان لمواجهة فصل الصيف وتوفير 24 بطارية للمولد الجديد وقال مدير الفرع محمد رويس أن هذا الدعم المقدم من المؤسسة جاء لمعالجة وضع الطاقة الكهربائية وانعكاسها على خدمة الاتصالات وخاصة الانترنت على المشتركين في مديريتي زنجبار وخنفر وحل هذا الإشكال مدينة قعار نبشر المواطنين في مدينة قعار وفي مدينة زنجبار بأننا سوف نأمل لهم المولدات والبطاريات والانقطاع إن شاء الله بإذن الله أنه سيخف وبالنسبة للتوفير النقاط وتوفير خدمة الانترنت إن شاء الله بإذن الله بتوفر